وتعالوا ناخد اول سؤال وصلنا على صفحتنا وهو سؤال بيقول انا السلام عليكم يا شيخ انا لقيت عمل ملفوف في ورقة لونها بمبي وجواها شعر معقود كتير جوا بعضه داخل الكتش واخذت رميته في الشارع ما كانش في بالي ان دا عمل اعمل ايه دلوقتي عشان احصن نفسي اول حاجة ما كنتش تهتم بانه عمل انا مش عمل ترميه وخلاص ترميه وخلاص طبعا اخوانا طبعا اللي بيحاولوا يديروا حياة الناس بالاعمال وبالعفريت وبالجن وكده يقول لا يا مولانا لازم تحرقه ولازم تحطه في مالح لازم اعرفش ايه انا اعرف حاجة واحدة بس اعرف ذكر الله اعرف الاخبال على الله سبحانه وتعالى اعرف ان الله سبحانه وتعالى يحفظ ولا يصل ضر لأحد الا باذن الله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتباه الله لك ولما تفتكر ده افتكر اني كتب ربكم على نفسي الرحمة فخلاص طب تعمل ايه با عشان تحصاني نفسك بس ايه كلمة اللي هتخليني اجاوب حضرتك على ده قاليت لها تحصن نفسك تعمل ايه تقرأ المعوذتين وتقرأي قلوا والله احد ثلاث مرات وتقرأ الفتح سوى مرات عندنه بس بش ايه حالي خالص ولا تلتفتي لده ولا تفكري في ده ولا تفكري بعفلونه كان بمبي ولا الشعر كله معقود ولا كان محتوط في الكتشي ولا ايه حاجة كل الكلام ده واتخاء ما لا علاقة له باقدار الله الله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقبة لحكمه والله سبحانه وتعالى بيده مقاليده السماوات والارض يا سلام بقى لما واحد بقى يفتن نفسه ويقول لك ايه معاصل انت متعرفش حصل ايه بعده والله برضو لما كانتش حصل الكلام ده بقى ان احصل لك الكلام ده كل حاجة بس ان انت محتاج تغير نظرتك للحياة تغير نظرتك للحياة محتاج ان انت تقبلي على الله سبحانه وتحتاج ان انت تعرفي قانون الله في الحياة إن الحياة ما بتكونش حسب السيناريو اللي احنا بنضعه الحياة مدرسة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها الأدب فنتأدب مع الله سبحانه وتعالى نتأدب مع أقدار الله ونتأدب كمان مع عبودية الله ما نعتبرش إن في حد يتلاعب بحياتنا محدش يستطيع إنه يتلاعب بحياتنا خالص لأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاريد السماوات والأرض والله خالق كل شيء والله غالب على أمر فما ينفعش إن أنت تعتقد إن في حد هيعبث بحياتك وحياتك في حفظ الله وفي عون الله الله لطيف بعباده فمش يجي حد يتلاعب بمصائر العباد ولا بمصائر الخلق عشان هو قامت في نفسه حقد فيؤذي الناس ويدمر حياتهم آبادا حياتك في حفظ الله وفي معية الله وفي عون الله وفي مدد الله فخلاص طب نعمل إيه عشان نفسنا تطمئن بذكر الله نقرأ المعوذتين والرسول اللي لسا كان بيعوز الحسن والحسين بالمعوذتين خلاص يبقى نقرأ المعوذتين ونقرأ قولوا الله أحد ثلاث مرات ونقرأ الفتحة سبع مرات وبس ما نعملش حاجة تانية أكتر من كده اشتركوا في القناة